موسيقى حياكم الله مشاهدين بكل خير أنا نوها علي وسوف أرافقكم في فقرات برنامج النفط والطاقة لهذا الأسبوع من ضمن عنوين هذا البرنامج السعودية والإمارات تضخان مزيدا من الاستثمارات في اكتشاف واستخراج النفط رغم تراجع الأسعار موسيقى وروسيا مستعدة لمحاورة أوبيك وسائر منتجي النفط لوضع حد لتدهور الأسعار موسيقى ولماذا تتأخر مشاريع السعودية في الطاقة الشمسية موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى برنامج النفط والطاقة نبدأ هذه الحلقة من تأكيدات خليجية على استمرار ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات النفط والغاز رغم تراجع الأسعار بأكثر من النصف عن مستوياتها المرتفعة العام الماضي فقد أعلن وزير البترول السعودي علي النعيمي أن المملكة تواصل الاستثمار في صناعة النفط والغاز على الرغم من التراجع الحالي في أسعار الخام مشددا على ضرورة استمرار بلاده في الاستكشاف والإنتاج والتكرير إضافة إلى الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وقال النعيمي بأن التذبذبات الحادة التي مرت بها أسعار النفط منذ السبعينات أثرت على الاستثمارات في القطاع ولكنها لم تكن في صالح الدول المنتجة ولا المستهلكة وبإمكان دول مجموعة العشرين الإسهام في استقرار الأسعار وكان المدير العام لوكالة الطاقة الدولية قد توقع انخفاض استثمارات النفط العالمية بعشرين في المئة هذا العام في أكبر تراجع لها على الإطلاق أيضا تعتزم الإمارات زيادة استثماراتها في القطاع النفطي رغم تراجع أسعار الخام وأكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي بأن بلاده ماضية قدما في خطتها لزيادة طاقة إنتاجها النفطي إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يوميا بحلول العام 2017 وشدد المزروعي على أن بلاده سوف تستثمر خمسة وثلاثين مليار دولار لتنويع موارد الطاقة والحد من اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء إلى سبعين في المئة بحلول العام 2021 وسوف توجه الاستثمارات الجديدة إلى الطاقة النووية ومشروعات الطاقة المتجددة والإمارات هي أول دولة خليجية تشرع في بناء محطة طاقة نووية يتوقع أن توفر 24% من احتياجيات البلاد بحلول العام 2020 ونستمر إذن بالشأن الخليجي حيث استبعد وزير النفط الكويتي علي لعمير مشاركة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك في قمة اقترحتها فنزويلا لدعم أسعار النفط المتهاوية وشدد العامير على أن لقاء أوبيك المقبل سيكون في الاجتماع الوزاري المزمع في كانون الأول ديسمبر المقبل وأضاف أنه لن يكون هناك أي مؤتمر قبل ذلك وتحاول فنزويلا الدولة العضو في أوبيك والتي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط إقناع الدول المنتجة للنفط بخفض إنتاجها لدعم أسعار النفط التي خسرت نحو 60% من قيمتها منذ حزيران يونيو الماضي وماذا عن النفط الأمريكي؟ وقد جرت إحصاءات في الأسبوع الماضي إحصاءات شركة بيكر هيوز النفطية التي أظهرت انخفاض في عدد منصات الحفر الأمريكية بواقع 26 منصة في خامس هبوط أسبوع على التوالي في إشارة على أن تدني أسعار النفط يثني شركات الحفر عن تعزيز نشاطها وكانت بيكر هيوز قد قالت بأن الانخفاض في الأسبوع الماضي يقلس عدد المنصات العاملة إلى 614 منصة وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس من العام 2010 وخفضت شركات الحفر خلال الأسبوع الأربعة الماضية عدد منصاتها بواقع 35 منصة وعلى الرغم من تراجع عمال الحفر زاد الإنتاج الأمريكي من النفط إلى 9.400.000 برميل يوميا في يوليو الماضي من 9.300.000 برميل يوميا والتي تم تسجيلها في يوليو تموز السابق وفي المقابل ومع اقتراب موعد اجتماع منظمة أوبيك في ديسمبر المقبل ووسط عمليات شد الحبال للمحافظة على الحصص السوقية بين أعضاء المنظمة وكبار المنتجين خارجها ودعوة رئيس فنزويلا لقمة بين قادة الدول النفطية ظهر موقف روسي جديد أبدت فيه موسكو استعدادها للقاء المنتجين من أوبيك ومن خارجها للتشاور بشأن السوق في وقت كان نائب رئيس الوزراء الروسي قد أشار إلى أن إنتاج بلاده من النفط قد ينخفض بنسبة 10% إذا ظلت الأسعار العالمية منخفضة تحاول روسيا إطلاق مبادرة تجمع منتجين نفط داخل منظمة أوبيك مع المنتجين من خارج المنظمة في محاولة منها لوضع حد لتدهور أسعار النفط الذي يهدد الدول المنتجة والمصدرة للنفط المبادرة الروسية جاءت في تصريحات وزير الطاقة الروسي الذي يستعد للقاء مسؤولين سعوديين روسيا تعتبر المنتج الأول للنفط في العالم بإنتاج يومي يبلغ 10 ملايين برميل في حين أن الإنتاج الروسي معرض للانخفاض بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10% في ظل أسعار نفط وصلت إلى أقل من 48 دولار للبرميل لكن الموازنة الروسية تحتسب برميل النفط بقيمة 50 دولار لذلك ستكون الأسعار المتدنية سببا في وجود عجز في الموازنة لن يقل عن 80 مليار دولار على الجانب الآخر تصدر الدول الأعضاء في أوبيك نحو 30 مليون برميل يوميا تتصدرهم المملكة العربية السعودية بصادرات يومية للنفط تصل إلى 7 ملايين برميل المستفيد الأكبر من انخفاض أسعار النفط هو الدول المستوردة للخام لا سيما أوروبا التي تربح يوميا أكثر من 3 مليارات يورو مع أسعار للنفط أقل من 50 دولار للبرميل أوروبا هي الرابح الأكبر من الحرب الباردة بين دول أوبيك والمنتجين من خارج المنظمة ولكن مع وجود احتمالات لاتفاق بين الطرفين يخفض الإنتاج والمعروضة الكبيرة من النفط في الأسواق الأمر الذي سيرفع الأسعار لتعود إلى مستوياتها في بداية 2014 عند سعر 100 دولار للبرميل مع وجود توقعات من أوبيك تشير إلى ارتفاع سعر البرميل بواقع 5 دولارات يومياً ترى هل ستنتهي الحرب الباردة للحفاظ على قيمة مرتفعة للذهب الأسود؟ إذن ولهذه التغيرات التي تحصل حالياً في السوق النفطية هل من الممكن فعلاً للمنتجين الكبار أن يعيدوا سياسة الإنتاج أو أن توزيع الحصاص فيما بينهم؟ معنا من القاهرة الدكتور حسني الخولي الخبير الاقتصادي مرحباً بك دكتور الخولي لنبدأ من حديث روسيا باعتبارها أنها غير عضو في أوبيك ويبدو أنها تراجع مواقفها للحديث حول خفض ربما الإنتاج ما الذي يمكن فعلاً أن نتوقعه من أعضاء منظمة أوبيك إضافة إلى روسيا؟ هل سيصلون إلى اتفاق؟ أهلاً وسائل أخد نوها ومساو الخير على السادة المشاهدين الإعلان الروسي كان يتكلم عن أن الحكومة الروسية تدرس احتمال خفض وليس قرار هو دراسة احتمال خفض روسيا منتج رئيسي روسيا انتاجها يزيد عن المملكة العربية الصعودية نحن نتكلم عن 11 مليون برميل المملكة 10 مليون برميل ولكن تستطيع أن تنتج إلى 12 ونص لكن الانتاج الحالي هو هذا ما نقوله روسيا مؤسرة روسيا اقتصادها بعد الأزمة الأوكرانية بيعتمد إلى حد كبير على النفط وبالتالي في ظل انخفاض أسعار النفط هي متضررة روسيا تحاول أن تعيد التوازن للأسواء فمن جانبها وده تصرف كان أحادي تشكر عليه بتقول أنه عند الرغبة أن ننزل بالانتاج حوالي 10% أيضا عند الرغبة أن نعود مع دول أوبك ودول خارج أوبك خلينا نقسم الشريحة كده أخت نوها شريحة الانتاج شريحة الانتاج بتساوي 92 مليون برميل 30 مليون برميل بتعملهم دول أوبك والباقي من خارج أوبك روسيا منتج كبير منهم تأتي مليون برميل بتاعة أوبك بتمثل نسبة كبيرة صحيح لكن أصبحت غير مؤسرة النهاردة هناك ضرر على الدول حتى الخليجية نحن نرى أن البترول نزل من 114 إلى دون 50 دولار ده بيأكد أن فيه عجز في الموازنات وبالتالي روسيا تخاطب أو ترسل رسالة إلى كل منتج النفط الرئيسيين تعالوا نتحد ونخفض الانتاج بنسب تعادل من الأسعار الأسعار الحالية تضر كل الدول وبدأ ضرارها يظهر الدول الخليجية كيف نضبط عمليات عزرا منك دكتور كيف يمكن ضبط التزام الدول بعمليات الخفض يعني من من الممكن أن يراقب مثل هذه الالتزامات السؤال جميل أخت نوها لكن الإجابة الصحيحة سيبيكي مما يقال لا أحد يستطيع أن يلزم أي جهة حتى داخل أوبك بيتفقوا النهاردة أن نحن نخفى بعشرة في المئة لكنهم لا يلتزموا لا يلتزموا بدون التزام الكل يحقق مصالحه وما فيش أي ارتباط الأمر يعالج من الممكن معلجة أخت نوها بإضافة عدد آخر من الدول المؤسرة المنتجة للنفط بإجمال كبير منها روسيا يمكن ده لا يتطفق مع سياسات منظمة أوبك لازم يكون الشرط التالت لها أن الدول دي بتعتمد على صادرات النفط اقتصادها بيعتمد على صادر النفط روسيا طبعا اقتصادها ما بيعتمدش أساسا زي الخليجة على صادر النفط وبالتالي يجب لتصحيح المنظومة أن يعاد النظر في الميشن بتاع أوبك نعم يعني واضح أنه يوجد الكثير من الإشكاليات في هذا الموضوع طيب واضح أنه أيضا لدينا بعض التطورات التي تأتينا من أمريكا فيما يتعلق بمنصات الحفر ويقال أنه بالعكس يعني رغم أنه هذا الخفض ما يستمر الإنتاج النفطي الأمريكي بتسجيل ربما تزايد ولو تدريجي هذا الأمر كم أيضا تحتسبه السوق النفطية العالمية قبل أن نقول الكلام ده أختنوها خلينا نقول أن سوء النفط العالمي فيه تشوهات واضحة طيب المفروض لما تلتهي بمنطقة الشرق الأوسط لما سوريا تدخلها دول كتيرة في الحرب لما اليمن تبقى الحرب مستعرة لما ليبيا ودي دول كلها لإما منتجة للنفط أو في طريق النفط المفروض أن الوضع الطبيعي أن يكون هناك ارتفاع في الأسعار الأسواق لم تشعر بهذا وستمر الإنخفاض ده بيقول أن فيه تشوهات في الأسواق العالمية التشوهات تعالي نحصرها كانت أمريكا بالأمس أقصد في الماضي القريب كانت من أكبر المستهلكين والمستوردين النهاردة نسبة الاستراد الأمريكي بيقل النهاردة العراق بتنتج بأكبر مما يعلن إيران بتنتج بأكتر مما يعلن تقريبا معظم الدول خارج أوبك بتنتج أكتر مما يعلن اللي بيأكد الكلام ده البواخر العملاء تجوب المحيطات لتخزين النفط الرخيص لازم الدول تقعد مع بعض وتحقق المصالح مع مرأة يمكن الكلام ده من صحيح اقتصاديا المفهوض أن الأسعار وفقا للاقصاد يحددها قوى العرض والطلب اللي هو السوء لكن المنتجين لازم يحافظوا على مصالحهم لازم الناس تاعي الرسالة بتاعت روسيا ويفكروا فيها انخفاض 10% من كافة الدول هيرفع البترول من 70 إلى 75 دولار أختمه نعم أشكرك دكتور حسني الخولي الخبير الاقتصادي على كل هذه المعلومات شكرا لك التعدين والتنقيب عن النفط يهدد ثلث مواقع التراث العالمي الطبيعي بعد الفاصل في برنامج النفط والطاقة أهلا بكم مشاهدين من جديد إلى برنامج النفط والطاقة ارتفع إنتاج نفط أوبك في سبتمبر الماضي على أساس شهري مع تعافي صادرات شمالي العراق بعد تعطيلات أوقفت نموء الإمدادات العراقية حيث ارتفع معروض أوبك في شهر سبتمبر إلى حدود 31 مليون و680 ألف برميل يوميا من قراءة معدلة وصلت إلى 31 مليون و570 ألف برميل يوميا والتي كانت في شهر أغسطس وبزيادة المعروض هذا الشهر تكون أوبك قد عززت الإنتاج بنحو مليون ونصف المليون برميل يوميا منذ تحولها في نوفمبر 2014 إلى حماية الحصة السوقية بدلا من سياستها السابقة بخفض الإنتاج لدعم الأسعار في حين حافظت السعودية ومنتجون خليجيون آخرون على مستوى إنتاجهم شبه المستقر وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة أظهرت تقارير محلية سعودية عن تأجيل مشروعات الطاقة الشمسية في المملكة لأسباب تعود إلى البيروقراطية وعدم تكليف جهة بعينها للاهتمام بخطط طموحة كانت قد أعلنت عنها المملكة لتصبح من الدول الرائدة على مستوى العالم في الطاقة الشمسية يعتبر استهلاك الكهرباء في السعودية من بين أكبر معدلات الاستهلاك العالمية وبنمو سنوي يشكل ثمانية في المئة سنويا ولتوليد كميات الكهرباء اللازمة تعتمد الحكومة على استخدام الوقود الحفوري والغاز الطبيعي في محطات التوليد كل ذلك دفع المملكة إلى وضع خطط للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية بالنسبة للقطاع الطاقة المتجددة في السعودية اهتمام الحكومة تمثل في إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة النوية المتجددة لتنظيم قطاع الطاقة المتجددة في السعودية طبعا حجم استثماراتها قد تصل إلى 100 مليار دولار على مدى 20 سنة القادمة وسوف تكون الكميات بالنسبة للطاقة الشمسية في حدود 2 جيجا وات في السنة لمدة 20 سنة يعني يكون المجموعة تقريبا بعد 20 سنة حوالي 54 جيجا وات هذه مهمة جدا من نسبة للسعودية لأن بالنسبة للقطاع الطاقة الانتاج الكهرباء يستهلكون تقريبا 50% من المترول لانتاج الكهرباء خاصة في فصل الصيف وفي هذه الحالة في استخدام الطاقة المتجددة سوف يكون هناك توفير كبير للطاقة وكانت المملكة أعلنت قبل ثلاث سنوات عزمها توليد كهرباء بطاقة 41 جيجا وات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2032 بهدف تلبية الطرب المتنامي محليا على الطاقة ورغم ذلك يشهد تنفيذ الخطط في هذا الصدد تقدما بطيئا نظرا لأن كثيرا منها تنتظر اعتمادها من الجهات الحكومية المخولة إلى الآن مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة لا زالت مصممة للبحوث والتجريب المحطة الوحيدة التي أعلن عنها هي محطة الطاقة الشمسية في الأفلاج وكذلك سابقا يوجد محطة في منطقة العينة وأتمنى حقيقة أن يتم تسريع اعتماد مشاريع الطاقة الشمسية رغم الصعوبات التقنية التي تواجهها الإسراء في بناء مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة في المملكة بات مسألة ملحة لتوفير الكهرباء ولكن حماس الحكومة لمثل هذه المشاريع يبدو بأنه لم يعد كالسابق لا سيما مع انخفاض أسعار النفط الشمس تصطع في أرجاء المملكة أغلب أيام العام وهي تحتاج فقط إلى استثمارات لتحولها إلى طاقة وهي استثمارات طال انتظارها أطل الشميري سي أم بي سي عربية الرياض إذن وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا من الرياض الدكتور فهد المبدل وهو أستاذ الطاقة في كلية الهندسة في جامعة الملك السعود مرحبا بك دكتور فهد كيف أحوالك؟ الحمد لله أهلا وسهلا أخد نهاء الحقيقة الموضوع مهم جدا وبالنظر إلى التقرير الذي عرض قبل قليل فالمملكة كاقتصاد طموح وكقيادة طموحة تسعى إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة لديها وملاحظة في السنوات الأخيرة أن هناك استهلاك زائد أو نوع من البذخ في استهلاك الطاقة والمشكلة تقع في أن انتاج الطاقة يأتي من مصدرين مهمين وثمينين جدا وهما الغاز الطبيعي والنفط وكلاهما تعتبر كمصدر دخل مهم بالنسبة للمملكة سواء بالتصدير المباشر أو بعمل مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة تخدم البلد نعم طيب دكتور فهد يعني واضح أنه كما جاء أيضا في نص التقرير أنه كلمة البيروقراطية واضح أنهم يعلقون في رقبتها إلى حد كبير يعني أنه إشكالية أنه تأجيل مثل هذه المشاريع أين تكمن طيب العقبات والتحديات في هذا الموضوع؟ الحقيقة هناك في البداية يعني في نظري أن الخطط الموضوعة كانت طموحة جدا وتحتاج إلى وقت أكثر بالإضافة إلى أن هناك يعني يجب في النهاية أن نظر إلى مسألة الطاقة كمسألة فرصة وليست مشكلة أو تحدي لأن توفير مصادر الدخل الأساسية مثل البترول والغاز الطبيعي سوف يوفر دخل إضافي للمملكة وفي نفس الوقت الدخول في مجال الطاقة البديلة سيوفر زيادة في الصادرات عبر زيادة الخدمات أو زيادة بيع الطاقة إلى خارج المملكة ويوفر في الواردات لأنه قد نضطر في بعض الأحيان إلى استيراد الكهرباء في المستقبل لا سمح الله بالنسبة إلى الجهود التي عملت هي بدأت منذ بداية العقد الحالي وهي جهود جيدة ولكن لم تتسارع بالشكل المطلوب إذ كان المتوقع أن يكون هناك 40% من إنتاج المملكة بالطاقة المتجددة والبديلة خلال عقدين من الزمان الآن هذا يبدو كأمر بعيد المنال ما الحجم حاليا؟ ما النسبة حاليا؟ إذا كنا 40% غلال عقدين حاليا ما هي النسبة التي تحققت؟ النسبة التي تحققت الآن أقل من 1% أو أقل من 2% بالتحديد وهذا في نفس الوقت ليس عيبا لكن بالنسبة لنا في المملكة على سبيل المثال في الولايات المتحدة نسبة الطاقة المتجددة لا تصل إلى 1% لكن بالنسبة للمملكة يوجد لدينا فرص كثيرة للاستفاد من هذا الاتجاه واتجاه الطاقة المتجددة والبديلة والمعول عليه بعد الله في حل الإشكالية هذه هو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان الذي كذلك ولي ولي العهد ووزير الدفاع الذي كذلك يرأس مجلس إدارة شركة رامكو السعودية فنجد أن الجهات الموجودة الآن تبذل جهود ولكنها جهود لم ترقى إلى المطلوب والفرص كثيرة لتطوير وتنويع الاقتصاد طيب دكتور فهد نعم يعني خلينا مع إشكالية أيضا ربما تراجع أسعار النفط هذه الجهود أين ستذهب يعني هل ستساعدهم أكثر أم بالعكس ستحبط هذه الجهود أكثر خصوصا أنه النفط كان مؤثر كبير على الإنتاج فوائد كبيرة للمملكة بالنسبة لسعر النفط فلا شك أن له تأثير ولكن هذه الخطة تعتبر خطط وطنية وتمسل الاقتصاد الوطني فليس هناك تراجع عن هذه الخطط بسبب انخفاض أسعار النفط أو غيره ولكن ربما تؤثر على اقتصاديات إنتاج الطاقة نفسها لأنه الآن في الوقت الماضي قفزت بعض الدول مثل ألمانيا وأسبانيا إلى الطاقة المتجددة بسرعة في وقت لم تكن فيه التقنيات متطورة بشكل كبير بينما الآن هناك تطور في التقنية فعلى سبيل المثال لديكم في دبي أحد العقود وقع قريبا تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية حوالي 6 سنت للكيلو واط أور نعم أشكرك دكتور فهد ألم شكرا نزيلا أستاذ الطاقة في كلية الهندسة في جامعة الملك سعود على كل هذه المعلومات وكشف تقرير عده الصندوق العالمي للطبيعة وشركات إيفيفا إنفسترز وأيضا إنفستك بأن التعدين والتنقيب عن النفط يهدد ثلث مواقع التراث العالمي الطبيعي تقريبا وأن الشركات والمستثمرين يواجهون مخاطر قانونية لمساندتهم مثل هذه الأنشطة وأضاف التقرير بأن 70 من بين 229 موقع للتراث العالمي الطبيعي معرضة للخطر وتشمل هذه المواقع غالبية مواقع التراث الطبيعي في إفريقيا وعددها 41 موقعا مصنفا من قبل منظمة اليونيسكو باعتبارها مناطق تحتوي على جمال طبيعي منفرد أو لها أهمية بيئية وانتهت فقرات النفط والطاقة لهذا الأسبوع شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة